أعتقد أن النظام السياسي الجزائري في تعامله مع الحراك تعامل بشكل أو بآخر بنوع من الدهاء السياسي وعندما رأى بأن الشارع الجزائري لم يطلب إذن القيادة عكسما كانوا يتوقعون بأن الشعب الجزائري دخل إلى سن اليأس السياسي والإحباط وبأنه سنوات العشرية السوداء ما زالت حاضرة في أدهان وفي الوعي الجمعي للجزائريين وبالتالي تخوفهم من أي نزول إلى الشارع وبالتالي تخوفهم على العواقب التي قد تنتج عن هذا الخروج من صدام مع السلطة ومن عودة إلى تلك السنوات التي تعتبر ماضيا أسودا لدى الجزائريين هذا الخروج تعاملت معه السلطة بنوع من الدهاء وبالتالي حاولت فقط أن تتحكم فيه أمنيا وتركت المجال للشعب ليعبره بشكل أو بآخر عن مطالبه وحاولت من وراء ذلك استغلاله وحاولت استغلال هذا الحراك واستثماره من طرف دوائر السلطة المصغرة استثمار ذلك الحراك ومطالب ذلك الحراك وتحويلها إلى قرارات لتصفية حسابات هنا أو هناك أو إعادة تدوير مراكز السلطة داخل النظام نفسه احتمال أنه يمر إلى السرعة القصوى للإستعمال الإسلام العنوف واحتمال وارد وهذا مرتبط بالزخم الذي ممكن أن يستمر في هذا الشارع زخم النزول بشكل أسبوعي أيام الجمعة وكذلك أيام ثلاثة بالنسبة للطلبة لكن أعتقد بأن هذا الرهان سيفشل باعتبار أن الحراكيين متشبتون بسلمية التظاهر هذه السلمية أعتقد بأنه هي الضامن الأساسي وهي نقطة قوة هذا الحراك وبالتالي عدم إعطاء الفرصة لبعض المتشددين داخل النظام العسكري الحاكم من أجل المرور إلى السرعة القصوى كما أسميتها واستعمال العنف والذي أعتقد بأنه سيكون النظام نفسه هو الخاسر بالدرجة الأولى لكن الشعب الجزائري كذلك سيكون خاسرا إذا خرجت الأمور عن السيطرة وتم استعمال العنف إذن الرهان الأساسي على سلمية الشارع على سلمية الحراك وهذا ما أكد عليه الحراكيون في تخليدهم أو في تخليدهم الدكرى الأولى للحراك الجمعة الماضية بأنهم مستمرون في سلميتهم وبأنهم بهذه السلمية أسقطوا بوتفليقة ودفعوا بعدة رموز للنظام يعني للمحاكمة بين قوسينس قد نأتي إلى تقييم هذه المحاكمات وكذلك يعني دفعوا بعملية تغيير سياسي والتي ما زالوا مسرين على أن يكونوا هم البوصلة الأساسية ولن يسمحوا لأي أحد داخل السلطة بأن يسرق هذا الحراك وأنه ملك للجزائريين والدولة والوطن ملك للجزائريين وهؤلاء الحراكيون هم من يمثلوا الشعب حقيقة وبالتالي هم من سيحرصون على سلمية هذا الحراك وعلى أمن الجزائر بشكل نعم